بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة النور لابن كثير يقرأه عليكم أحمد عزت بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفربناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكو أزاني وتوزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يقول تعالى هذه السورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي مع ما عداها وفرضناها قال مجامد وقتاده أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهر والحدود وقال البخاري ومن قرأ فرضناها يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم وأنزلنا فيها آيات بينات أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يعني هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وللعلماء فيه تفصيل ونزاع فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرى وهو الذي لم يتزوج أو مقصن وهو الذي قد وطئ في مكاحا صحيحا وهو حر بارغ عاقل فإن إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مئة جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور علماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإيمان إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من الرواية الزهرية عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين الذين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمئة شاء ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم أرد عليك وعلى ابنك مئة جلدة وتغريب عام وغضي أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدى عليها فاعترفت فرجمها وفي هذا دلالة على تغريب الزامي مع جلد مئة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بايع عاقل فإنه يرجم كما قال الإمام مالك حدثني بن شهاب أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا مجد آية الرجم في كتاب الله فأضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زمى إذا أحصن من الرجال ومن النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الأتراف أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذه قطعة منه فيها مقصودنا هاهنا ورأى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس هدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول أنا وإننا سيقولون ما رجم في كتاب الله وإنما فيه الجل وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائم أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت وأخرجها النسرائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به وقد رأى الإمام أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب ربي الله عنه فذكر الرجم فقال إنا لا نجد من الرجم بدا فإنه حد من حدود الله تعالى ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصطف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ألا إنه سيكون قوم من بعدكم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا ورأى أحمد أيضا عن يحيا القطان عيحيا الأنصاري عن سعيد بن المسيد عن عمر بن الخطاب إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر وقال صحيح وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيض الله ابن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أبو عون عن محمد هو ابن سيرينة قال قال ابن عمر نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد فقال زيد بن ثابت قلنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنى فارجموهما البته قال مروان ألا كتبتها في المصحف قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال أنا أشفيكم من ذلك قال قلنا فكيف قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كذا وكذا وذكر الرجل فقال يا رسول الله اكتب لي آيات الرجم قال لا أستطيع الآن هذا أو نحو هذا وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن سابت به وهذه الطرق كلها متعددة متعاضدة ودال على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به الله أعلم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم وإنما وربت الأحاديث الصحيحة المتعددة المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجل ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافئي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزان المحسن بين الجلد للآية والرجم للسنة كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتي بسراجة وكانت قد زنت وهي محسنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتابها عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله أي لا ترأثوا بهما في شرع الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك قال مجاهد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطى بن أبي رباح وقد جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وفي الحديث الآخر لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا وقيل المراد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فلا تقيم الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأسن وليس المراد الضرب المبرح قال عامر الشعبي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال رحمة في شدة الضرب وقال ضرب ليس بالمبرح وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه ثم تلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقلت هذا في الحد قال هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب وقال ابن أبي حاتل حدثنا عمر بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيب الله ابن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيب الله ابن عبد الله ابن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع قره قال وظهرها قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلبها في رأسها وقد أوجعت حين ضربتها وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي ففعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنه وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرح ليرتبع هو من يصنع مثله بذلك وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني لأكبح الشات وأنا أرحمها فقال ولك في ذلك أجر وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلد بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحا إذا كان الناس حضورا قال الحسن البصري في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني علانية ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الطائفة الرجل فما فوقه وقال مجاهد الطائفة الرجل الواحد إلى الألف وكذا قال عكرمة ولهذا قال أحمد إن الطائفة تصدق على واحد وقال عطاء بن أبي رباح إثنان وبه قال إسحاق بن راهويه وكذا قال سعيد بن جبير طائفة من المؤمنين قال يعني رجلين فصاعدا وقال زهري خلافة نفر فصاعدا وقال عبد الرزاق حدثني ابن واحد عن الإمام مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعدا وبه قال الشافعي وقال ربيع خمسة وقال الحسن البصري عشرة وقال قتادته أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موضة وعبرة ونكالا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى ابن عثمان حدثنا بقية قال سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليس ذلك للفضيحة نما ذلك ليدعى الله تعالى لهم بالتوبة والرحمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطأ يعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمة قال سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك وهذا إثناب صحيح عنه وقد روي عنه من غير يجه أيضا وقد روي عن مجاهد وأكرمة وسعيد ابن جبير وعروه ابن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل ابن حيان وغير واحد نحو ذلك وقوله تعالى وحر ما ذلك على المؤمنين أي ثعاكيه والتزوج بالبغاية أو تزويج العفائف بالرجال الفجار وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد ابن جبير مع ابن عباس وحر ما ذلك على المؤمنين قال حرم الله الزنا على المؤمنين وقال قتابة المقاتل ابن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغاية وتقدم ذلك فقال وحر ما ذلك على المؤمنين وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الآية ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حمد رحمه الله إلى أنه لا يسف العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تامت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصف تزويد المرأة الحرة العفيفة بالرادل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين وقال الإمام أحمد حدثنا يعارم حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا الحضرمي على القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة قال لها أضم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وقال النسائي اخبرنا عمر بن عدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تستافح فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنجر الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال الترمدي حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس اخبرني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرفد بن أبي مرفد وكان رجلا يحمل الأسارة من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة البغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسار مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى غل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرفد فقلت مرفد فقالت مرحبا وأهلا هلما أثبت عندنا الليلة قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل ديرهم على رأسي فأعماهم الله عني قال ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلة حتى انتهيت إلى الأدخار فكأكت عنه أحبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق أنكح عناق مرتين فأنسج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحردم ذلك على المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرفض الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها ثم قال التلميذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم حدثنا عمر بن شعيب عن سعيب المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر عن عبد الله بن عمر كلاهما عن عبد الوارث به وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن زيد بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن مولى بن عمر قال أشهد لسنعة سالما يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاكة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى ورواه النسائي عن عمر بن علي الخلاس عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهد عن عويمر بن الأجدع عن من حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والذي يقر في أهله الخبث وقال أبو داود والطالسي في مسنده حدثني شعبة حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس يستشهد به لما قبله من الأحاديث وقال ابن ماجة حدثنا هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم سمعت أنس بن مارك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله وهو طاهر متطهر فليتزوج الحرائر في إسناده ضعف وقال الإمام أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة الديوس القنزع وهو الذي لا غيرة له فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه اخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية أي زيد بن هارون عن حماد بن سلم وغيره وعن هارون بن رياد عن عبد الله بن عبيب بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيب بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قال جاء رزم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عند امرأة من أحب الناس إليه وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا صبر لي عنها قال استنفع بها ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم قلت وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن رياد وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي لكن قد رأىه النسائي في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه عن النظر بن شميل عن حمال بن سلمة عن هارون بن رياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس المسندة فذكره بهذا الإسناد فرجاله على شرق مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال هذا خطأ والصواب مرسل ورواه غير النظر على الصواب وقد رواه النسائي أيضا أبو داود عن حسين حريث أخبرنا الفضل بن موزة أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا الإسناد جيد وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال الإمام أحمد هو حديث منكر وقال ابن قتيبة إنما عراد أنها سخية ماتا مع سائلا وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس وقيل المراد إن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوفا وقد تقدم الوعيد على ذلك ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل الله سبحانه وتعالى أعلم قالوا فأما إذا حصل التوبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال سمعت شعبة مولى بن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل عليه فرضق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال أولاس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا في هذا ليس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي وقد ادعى طائفة الآخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال كان يقال نسختها التي بعدها وأن ينكحوا الآياما منكم قال كان يقال الآياما من المسلمين وهكذا رأيه أبو عبي بن القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد إدريس الشافعي والذين يرمون المحصنات ثم لن يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور وخيم هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا وليس فيه نزاع بين العلماء فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درئ عنه الحد ولهذا قال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فأجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام أحدها أن يجلد ثمانين جلدة الثاني أن ترد شهادته أبدا الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسقة فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سراء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف فذهب الإمام مالك وأحمد والشافي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفى عنه حكم الفسق ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا وقال الإمام أبو حنيفة إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فارتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا ومن من ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النقعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسي أنه قد قال البهتان فحينئذ تقبل شهادته الله أعلم من فضلك تابع بقية المادة متابع القراءة في تفسير سورة النور لبن كثير والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذت أحدهم زوجته وتعصر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فالدعي عليها بما رماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء وحرمت عليه أبدا ويعطيها مهرها ويترجه عليها حد الزنى ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنى إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق فقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم وأن الله تواب أي على عباده وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها وفيما نزلت فيه من الصحابة قال الإمام أحمد حدثنا يا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم إنها لحق وأنها من الله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسير حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضي إشاء فوجد عند أهله رجل فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح فغدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي إشاء فوجدت عنده رجل فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت عليه الأنصار وقالوا قد اتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يدرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبتل شهادته في الناس فقال هلال وأنه إني لأرجو أن يجعل الناه لي منها مخرجا وقال هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم إني لصادق فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربب وجهه يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله عليه وسلم عليهما فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عنو بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل للمرأة اشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وقيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن رضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا يقوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير الطلاق ولا متوفا عنها وقال إن جاءت به أصيهب وريشح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدل جساقين سابغ الأليتين فهو الذي رميت به فجاءت به أورق جعدا جماليا خدل جساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأبن ورياه أبو داود عن الحسن بن علي عيزيد بن هارون به نحوه مختصرا ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة فمنها ما قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام فمنها ما قال البخاري حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثني أكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قادف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا أري أحدنا على امرأته رجلا يمطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ضمننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قوني سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلت الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن الفرد به البخاري من هذا الوجه وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس وغيره وقال ابن أبي حاتم هدثنا أحمد بن منصور الزيادي هدثنا يونس بن محمد هدثنا صالح وهو ابن عمر هدثنا عاصم يعني ابن كليب عن أبيه حدثني ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرام امرأته برجل فكان هذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يردده حتى أنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى فرغ من الآيتين فأرسل إليهما فدعهما فقال إن الله تعالى قد أنزل فيك فدع الرجل فقرأ عليه فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعده فقال له كل شيء أهون عليه من لعنة الله ثم أرسله فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعاها فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات لله إنه من الكاذبين ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعدها وقال ويحكي كل شيء أهون من غضب الله ثم أرسلها فقالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأقضين بينكما قضاء فصلا قال فولدت فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر منه فقال إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا فجاءت به يشبر الذي قذفت به وقال الإمام أحمد حدثنا يحرى بن سعيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جرير قال سئلت عن المتلاعينين أيفرق بينهما في إمارة بن سبير فما دريت ما أقول فقلت للمكامي إلى منزل بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعينين أيفرق بينهما فقال سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فسكت فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزر الله تعالى هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ أن رضب الله عليها إن كان من الصادقين فبدأ بالردل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم سنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت المرأة والذي بعثك بالحق إنه لكاذب قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم سنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن أبي سليمان به وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن حمد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا دلوسا عشية الجمعة في المسجد فقال رجل من الأنصار أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلتموه وإن سكت سكت على غير والله لئن أصبحت صحيحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسأله فقال يا رسول الله إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلتموه وإن سكت سكت على غير اللهم محكم قال فنزلت آلة اللعان فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به إن فرد بإخراجه مسلم فرواه من طرق عن سليمان ابن مهران الأعمش به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال له سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل قال فلقيه وعويمر فقال ما صنعت قال ما صنعت إنك لم تأتني بخبر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل فقال عويمر والله لا يتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتاه فأجده قد أنزل عليه فيها قال فدعا بهما ولا عنا بينهما قال عويمر إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرى فلا أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي أراه البخاري أيضا من طرق عن الزهري به فقال حدثنا سليمان بن داود أبو الرابية حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أي اقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله تعالى فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيب بن يتبع عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا قال كنت والله فاعلا به شرة قال فأنت يا عمر قال كنت والله فاعلا كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه خبيث قال فنزلت وَالَّذِينَ أُرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءِ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ثم قال لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شميل عي يونس بن إسحاق ثم رواه من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن زيب بن بتيع مرسلا فالله أعلم وقال الحافظ أبو يعلى فدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي فدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك فقال يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجل فأنزل الله آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال في الخامسة ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ففعل ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلني فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا فشهدت بذلك أربع شهادات ثم قال لها في الخامسة وعضب الله عليك إن كان من الصادقين فيه ما رماك به من الزنا قال فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكت حتى ظن أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قولي سائر اليوم فمضت على القول ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال انظروا فإن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت به أبيض سبطا قصير العينين فهو لهلال بن أمية فجاءت به جعدا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإف والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحث والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلى الله وسلامه عليه فأنزل الله تعالى براءتها صيامة لأرض الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال خبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعالقمة بن وقاص وعبيض الله بن عبد الله ابن عطبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هامش كذا في الأميرية وفي البغوي عن عائشة انتهى حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تعالى وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بينما في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزء ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهض الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللح إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزل الذي كنت فيه وظمنت أن القوم سيفقدونني فارجعون إليه فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فننت وكان سفوال بن المعطة الأسلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان النائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فامطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبرة عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهر والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم النطف الذي أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطالب ابن عبد مناف وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر مصديق وابنها مصطح ابن أساسة ابن عباد ابن عبد المطالب هامش في البغوي ابن المطالب انتهى فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في موطها فقالت تعيس مصطح فقلت لها بإسماء قلتي تسبين رجلا شهد بدر فقالت أيهنتاه ألم تسمعي ما قال قلت وماذا قال قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رزعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمني يا أمتاه لماذا يتحدث الناس به فقالت أيبني هويني عليك فأناه لقى ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها قالت فقلت سبحان الله وقد تحدث الناس بها فبكيت تلك اللونة حتى أصبحت لا يرقع لي أدم ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي قالت فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن عبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية أتصدقك الخبر قال فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق هل رأيت منها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين ما يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فأؤلناه ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوسط ربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهدك ما أحببت أن يقتل فقام سيد بن حدير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجابل عن المنافق فثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فلم يذى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة النور لبن كثير قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي وظنان أن البكاء فالق كبدي قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبين نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئكم فسيبرئك الله وإن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن والله لقد علمت لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقونني فالله ما أدنني ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت فاتجعت على فراشي قالت وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أردع يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني لله بها قالت فيالله ما رام عسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه فأخذه ما كان أخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبحك فكان أول كلمة تكمن بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك قالت فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم العشر الآيات كلها فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه وأكان ينفق على مصطح بن أفافه لقرابتي منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله تعالى ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بن تجحش سوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيتي فقالت يا رسول الله أحني سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع وطفقت أختها حملة من تجحش تحارب لها فهلكت في منهلك قال ابن شهاد فهذا منتهى إلينا من أمر هؤلاء الرخط أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك قال وحدثني لحيا بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وحدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمر بن حزم الأنصاري عن عمره أخبرني أبي عن عائشة بنحو ما تقدم والله أعلم ثم قال البخاري وقال أبو وسامة عن هشام بن عروه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيي خطيبا فتشهد فحمد الله وأثمى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبن أهلي وإن الله وأبن الله ما علمت على أهلي إلا خيرا وما علمت على أهلي من سوء وأبنوه لدمن الله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي أقط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله لإذن لنا أن نضرب أعناقهم فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهت ذلك الرجل فقال كذبت أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح فعفرت فقالت تعيسة مصطح فقلت لها أي أم تسبين ابنك فسكتت ثم عفرت الثانية فقالت تعيسة مصطح فقلت لها أي أم تسبين ابنك ثم عفرت الثالثة فقالت تعيسة مصطح فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك فقلت في أي شأن قالت فبقرت لي الحديث فقلت وقد كان هذا قالت نعم والله فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجل منه قليلا ولا كثيرا وأوعقته وقلت لرسول إليه صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فأدبت أم الرومان في السفل وأبو بكر فوق البيت يقرأ فقالت أم الرومان ما جاء بك يا بني فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل الذي بلغ مني فقالت يا بني خففي عليك الشأن فإنه والله لقل ما كانت امرأة قط حسناء عند ردلي يحبها لها ضرائر إلا حسبنها وقيل فيها فقلت وقد علم به أبي قالت نعم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعبرت وبكيت فسمع عبد بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها قالت بلغا الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناه رضي الله عنه فقال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت يا رسول الله لا يناه ما علمت عليها عيبة إلا أنها كانت ترقض حتى تدخل الشاه فتأكل خميرها أو عجينها وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط لها به فقالت سبحان الله وماه ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبل الذهب الأحمر وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله وماه ما كشفت كان فأم فقط قالت عائشة رضي الله عنها فقتل شهيدا في سبيل الله قالت أصبح أبواي عندي فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكترفني أبواي عن يميني وعن شمالي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت فارق تعرفت سوءا أو منمت فتوذي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت أنا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا فوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي أبي فقلت له أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فماذا أقول فالتفت إلى أمي فقلت أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فماذا أقول فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت أما بعد فإن الله إن قلت لكم إني لم أفعل وإن أبو عز وجل يشهد إني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم وإن قلت لكم إني قد فعلت والله يعلم أنه لم أفعل لتقول لقد باءت به على نفسها وإني والله ما أجب لي ولكم مثلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فإفع عنه وإني لأتبين السهور في وجهه ويمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك قالت وكنت أشد ما كنت غضب فقال لي أبوا يقولي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكني أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه وكانت عائشة يقول أما زينب بن تجحش فعصمه الله بجينها فلم تقل إلا خيرا وأما أختها حملة بن تجحش فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم به مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمق حملة قالت فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا فأنزل الله تعالى ولا يأتنه للفضل منكم يعني أما بكر والساعة أن يؤتوا للقربة والمساكين أن يؤتوا للقربة واليتامة والمساكين يعني مصطحا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غافور رحيم فقال أبو بكر بلى الله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا وعادله بما كان يصنع هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقة بصيرة الجزم عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد لا إمة الثقات وقد رواه بن جرئيل في تفسيره عن سفيان بن وكية عن أبي أسامة مطورا به مثله أو نحوه ورواه بن أبي حاتم عن أبي سعيد من الأشج عن أبي أسامة ببعضه وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك فقلت بحمد الله لا بحمدك وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أيضا عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وأتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فدوربوا حدهم ورواه أهل السنن الأربعة وقالت المذيه هذا حديث حسن ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومصطح بن أفافة وحنة بن تجحش فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسانيب والسنن والصخاح وغيرها وقدروا من حديث أميها أمي رومان رضي الله عنها فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم أخبرنا حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أمي رومان قالت بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل فقالت عائشة ولما قالت إنه كان في من حدث الحبيث قالت وأي الحبيث قالت كذا وكذا قالت وقد بلع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت وبلع أبا بكر قالت نعم فخرت عائشة رضي الله عنها مرشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بناثب قالت فقمت فذثرتها قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فما شأن هذه فقلت يا رسول الله أخذتها حمى بناثب قال فلعله في حديث تحدث به قالت فاستوى تعائشة قاعدة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ولئن أعتذرت لكم لا تعذروني فمثبي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله أذرها فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرك فقالت بحمد الله لا بحمدك فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت وكان فيما حدث هذا الحديث رجل كان يقوله أبو بكر فحنف أن لا يصل فأنزل الله ولا يأتني أولو الفضل منكم والساعة إلى آخر الآية فقال أبو بكر بلى فوصله تفرد به البخاري دون مسلم من طريق حسين وقد روه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن محمد بن سلام عن محمد بن فديل كلاهما عن حسين به وفي لض أبي عوانة حدثتني أم الرمانة وهذا صريح في سماء المسروق منها وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدابي وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب وقد كان مسروق يرسله فيقول سئلت أم الرمان ويسوقه فلعل بعضهم كتب سئلت بألف اعتقد راوي أنها سألت فظله متصل قال الخطيب وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته كذا قال والله أعلم ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أم الرمان فالله أعلم فقوله تعالى إن النبي جاءوا بالإفك أي الكذب والبهت والافتراء عصبة أي جماعة منكم لا تحسبوه شرا لكم أي يا آل أبي بكر بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآية ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وعنها وهي في سياق الموت قال لها أبشري فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك ونزلت براءتك من السماء وقال ابن جرير في تفسيره حدثني محمد بن عثمان الواسطي حدثنا جعفر بن عون عن المعل بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب أنا التي نزل تزويجي من السماء وقالت عائشة أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفوان بن المعطل على الرائحة على الراحلة فقالت لها زينب يا عائشة ما قلت حين ركبتيها قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل قالت قلت كلمة المؤمنين وقوله تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإف أي لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب والذي تللى كبره منهم قيل ابتدأ به وقيل الذي كان أجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه له عذاب عظيم أي على ذلك ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول قد بحر الله ولعنه وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث وقال ذلك مجاهد وغير واحد وقيل بل المراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب ولولا أنه وقع في صحيح البخاري لما قد يدل على إيراد ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاره وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجه وجبريل معك وقال الأعمش عن أبي الطحى عن مسروق قال كنت عند عائشة ربي الله عنها فدخل حسان بن ثابت فأمرت فألقي له إسادة فلما خرج قلت لعائشة ما تصنعين بهذا يعني يدخل عليك وفي رواية قيل لها أتأذنين لهذا يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قالت وأي عذاب أشد من العمى وكان قد ذهب بصر لعن الله يجعل ذلك هو العذاب العظيم ثم قالت إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شعرا ينتبحها به فقال حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحون الغوافلي فقال أما أنت فلست كذلك وفي رواية لكنك لست كذلك وأقال ابن جرير حدثنا الحسن بن قذعة حدثنا سلمة بن عرقمة تحدثنا داود عن عامر عن عائشة أنها قالت ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة قوله لأبي سفيان بن الحارس بن عبد المطلب هجرت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وعرضي لأرض محمد منكم وقاء أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء فلسان صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء فقيل يا أم المؤمنين أليس هذا لغوة؟ قالت لا إننا له ما قيل عند النساء قيل أليس الله يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قالت أليس قد ذهب بصره وكانع بالسيف كعن الضربة التي ضربه إياها سفوان بن المعطل السلمي حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك فعلاه بالسيف وكاد أن يقتله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه لأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هذا تأذيب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاد بعضهم في ذلك الكلام السوء وأنا ذكر من شأن الإفك فقال تعالى لولا يعني هل إذ سمعتموه أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان ما يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى وقد قيل أنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما كما قال الإنم محمد بن إسحاق بن يسع عن أبيه عن بعض رجال بن النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنهم قال نعم وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب قالت لا والله ما كنت لأفعله قال فعائشة والله خير منك قال فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وذلك حسان وأصحابه فالذين قالوا ما قالوا ثم قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون الآية كما قال أبو أيوب وصاحبته وقال محمد بن عمر الواقبي حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب قالت لأبي أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة قال بلى وذلك الكذب أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك قالت لا والله قال فعائشة والله خير منك فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله عز جل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين يعني أبا أيوب حين قال لأمي أيوب ما قال ويقال إلا ما قالها أبي ابن كعف وقوله تعالى غن المؤمنون إلى آخره أي هل لا غن الخير فإن أم المؤمنين أهل وأولابه هذا ما يتعلق بالباطن وقوله وقالوا أي بألسنتهم هذا إفك مبين أي كاذب ظاهر على أم المؤمنين ربي الله عنها فإن الذي وقع لم يكن ذيبه وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان الدين معطل في وقت الظهيرة والجيش بكمانه يشاهدون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولو كان هذا الأمر فيه ليبة لم يكن هكذا جهرة ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد بل كان هذا يكون لو قدر خفية مستوعا فتعين أن ما جاء به أهل الإفك من ما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحث والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاصرة قال الله تعالى لو لا أي هل جاءوا عليه أي على ما قالوه بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أي في حكم الله كاذبون فاجرون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه من قضية الإذك عذاب عظيم وهذا في من عنده الإيمان يقبل الله بسببه التوبة كمسته وحسان وحملة بانتجح واختزينة بانتجح فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه وهكذا شأن ما يجد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه ثم قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم قال مجاهد وسعيد بن جبير أن يرويه بعضكم عن بعض يقول هذا سمعته من فلان وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا وقرأ آخرون إذ تلقونه بألسنتكم وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرأها كذلك وتقول هو من ولق اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه تقول العرب ولق القول قال ابن أبي مليكة هي أعلم به من غيرها وقوله تعالى وتقولون بأفوانكم ما ليس لكم به علم أي تقولون ما لا تعلمون ثم قال تعالى وتحسبون له هينا وهو عند الله عظيم أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فعظيم رحمد الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذا وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلا ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا الآخرة ولهذا قال تعالى وتحسبون له هينا وهو عند الله عظيم وفي الصحيحين إن غاضل لا يتكله بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النور أبعد مما بين السماء والأرض وفي رواه لا يلقي لها بالا ونولا إذ سمعتموه قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لي فيه أبدا أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات أن الله عليم حكيم من فضلك تابع بقية المادة يتبع القراءة في تفسير سورة النور لابن كثير هذا تأديد آخر بعد الأول الآمر بظن الخير أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم الخير وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك ثم إن عالق بنفسه شيء من ذلك أسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل أخرجاه في الصحيحين وقال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد سبحانك هذا بهتان عظيم أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليمة خليله ثم قال تعالى يعرضكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أي ينهاكم الله متراعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا أي فيما يستقبل ولهذا قال إن كنتم تؤمنين أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من كان متصفا بالكفر فله حكم آخر ثم قال تعالى ويبين الله لكم الآيات أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح عباده حكيم في شرعه وقدره إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذينه شيء منه وتكلم به فلا يكفر منه ولا يشيعه ويذيعه فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم فلا يكفر منه ولا يشيعه ويذيعه فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد وفي الآخرة بالعذاب والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي فردوا الأمور إليه فرشدوا وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكير حدثنا ميمون بن موسى المرئي حدثنا محمد بن عباد المخزوني عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تكلبوا عيراتهم فإنه من طلب عيرة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله زكي من يشاء والله سمع العليم يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم أي لولا هذا لكان أمر آخر ولكن له تعالى رؤوفا بعباده رحيم بهم فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خطوات الشيطان عمله وقال أكلمة نزغاته وقال كتابه كل معصية فهو من خطوات الشيطان وقال أبو مجلز أن نذور في المعاصر من خطوات الشيطان وقال نسوق سأل رجل ابن مسعود فقال إني حرمت أن أكل طعاما وسماه فقال هذا من نزغات الشيطان كفر عن يمينك أكلي وقال الشعبي في رجل نذر ذبحا ولده هذا من نذغات الشيطان وأحتاه أن يذبح كبشا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري حدثنا السري بن يحيا عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال وبدك على امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما مصرانية وكل من موك لها حر إن لم تطلق امرأتك فأتيت عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من نذغات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة وأتيت عاصم ابن عمر فقال مثل ذلك ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي لولا هو يرزق من يشاء التيبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها وما فيها من أخلاق بديئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه ولا حصل زكاة ولا خيرا ولكن الله يزكي من يشاء أي من خلقه ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي وقوله والله سميع أي سميع لأقوال عباده عليم بمن يستحق منه الهدى والضلال ولا يأتر أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربان يتامى والمهادرين في سبيل الله وليعفوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور وخيم يقول تعالى ولا يأتر من الألية وهي الحرف أي لا يحلف أولو الفضل منكم أي الطول والصدقة والإحسان والساعة أي الجدة أي يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أي لا تحفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام ولهذا قال تعالى وليعفوا وليصفحوا أي عما تقدم منه من الإساءة والأذى وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مستحب لأثاثه بنافعة أبدا بعدما قال في عائشة ما قال كما تقدم في الحديث فلما أنزل الله براءة ألم المؤمنين عائشة وطوبت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثه فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالفضل له الفضل والأياد على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم الآية فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته إن الذين أرمون المحصنات الغافلات لمؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لأيديه يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين هذا وعيد من الله تعالى للذين أمون المحصنات الغافلات خرج مخرج الغالب المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وقال أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن وفي بقية أميات المؤمنين قولان وصحهما أنهنك هي الله أعلم وقوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة الآية كقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله الآية وقد ذهل بعدهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن حراش عن العوان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية إن الذين يؤمن المحصنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشة خاصة وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقد ذكره ابن جريب عن عائشة فقال حدثنا أحمد بن عدة التبدي حدثنا أبو عوان عن عمر بن أبي سلم عن أبيه عن عائشة ربي الله عنها قالت رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك قالت فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه قالت وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي ثم استعى جالسا يمسح على وجهه وقال يا عائشة أبشري قالت فقلت بحمد الله لا بحمدك فقرأ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى بلغ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم هكذا أورده وليس فيه أن الحكم خاص بها وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها وإن كان الحكم عامها كغيرها ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله والله أعلم وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهم من النساء وقال الأوفي عن ابن عباس في الآية إن من الذين يرمون المحصنات الغافلات للمؤمنات الآية يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعمة والغضب وداءوا بسخط من الله فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله فإن الله غفور رحيم فأنزل الله الجلب والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترب وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشين اخبرنا العواه بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال فصر سورة النور فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية قال في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبهمة وليست لهم توبة ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تالوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية قال فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة قال فهما بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحرين قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا يوم في المسلمات فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت أما في ذلك وقد اختار ابن جميل علمها وهو الصحيح وأعدد العموم ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهد حدثني عمي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادتنب السبع الموبقات قيل عناهن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربع وأكل مالي يتيم والتولي يوم الزح وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به وقال الحافظ أبو القاسم التبراني حدثنا محمد بن عمر أبو خالد الطائل المحرمي حدثني أبي وحدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثني موسى بن أعين عن ليف عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المحصنة يهدي عمل مئة مئة سنة وقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمر بن أبي قيس عن مطرف عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا ورأوا ابن أبي حاتم وابن جبير أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخضرني عمر بن الحارف عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان من القيامة وعرف الكافر بعمله فيجحد ويخاص فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقال أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمهم الله تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي حدثنا من جاب بن الحارف التميني حدثنا أبو عامر الأسدي حدثنا سفيان بن عبيد المكتب عن فبيل بن عمر الفقيني عن الشعبي عن أنس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أفضحك حتى بدت نواجده ثم قال أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مجادلة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه امتقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وغين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضي وقد رواه المسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه عن عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوري به ثم قال النسائي لا أعلم أحد هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي وهو حديث غريب والله أعلم هكذا قال وقال قتابه ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بذنك فراقبه واتق الله في سرك وعلانيتك فإنه لا يخفي عليه خافية الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن ابن فليفعل ولا قوة إلا بالله وقوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قال ابن عباس دينهم أي حسابهم وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم وكذا قال غير واحد ثم إلا قراءة تنورد نصب الحق دينهم الحق على أنه صفة لدينهم وقرأ مجاهد بالرف دينهم الحق على أنه نعط الجلالة وقرأها بعض السلف في النصحة فبي بن كاع يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي وعده وعيده وحسابه هو العجل الذي لا جوا فيه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون لهم لهم مغفرة ورزق كريم قال ابن عباس الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول قال ونزلت في عائشة أهل الإفك وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك واختاره ابن جرير ويجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس فما لسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ولهذا قال تعالى أولئك مضرؤون مما يقولون وقال عبد الرحمن بن زين بن أسلم الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيشة لما صلحت له لا شرعا ولا قدر ولهذا قال تعالى أولئك مبرؤون هم ما يقولون أي عند الله في جنات النعيم مما يقولون أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان لهم مغفرة أي بسبب وقيل فيهم من الكذب ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم وفيه يعظم بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بإسناده إلى يحيى بن الجزار قال جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال لقد سمعت الوليد بن أقبى تكلم اليوم بكلام أعجبني فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجل الجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل عنده يطلها فيديها إليه وإن الرجل الفادر يكون في قلبه الكلمة الخليفة تتجل الجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فأسمعها الرجل الذي عنده يكلها فيدمها إليه ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية ويشبه هذا ما راه الإمام أحمد في المسند مرفوعا مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقالت زري شاة فقال ذهب فخذ بأذن أيها شيء فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم وفي الحديث الآخر الحكمة ضالت المؤمن حيث وجدها أخذها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بجوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذه آباب شرعية أدد الله بها عباده المؤمنين وذلك في استئذان أمرهم أمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أن يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده وأنذنوا أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن يأذنوا له فتردوه فيجدوه قد ذهت لما جاء بعد ذلك قال ما أرجعك قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليانصرف فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك بربا فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقال لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد خدري فأخبر عمر بذلك فقال الهاني عنه الصفق بالأسواق وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا عمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثة ورد عليه سعد ثلاثة ولم يسمع فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمه إلا وهي بإذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ثم أدخله البيت فقرب إليه ذبيب فأكل نبيه الله فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفتر عندكم الصائمون وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمر الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول هدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس ابن سعد هو ابن عبادة قال زعرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة فرد سعد ردا خفية فقال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعه يكسر علينا من السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأعد عليك ردا خفية لتكسر علينا من السلام قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم نأوله خميصة مصبورة بزعفران أو ورس فاجتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أديه وهو يقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد الانصرفة قرر إليه سعد حمارا قد وطئ عليه بخطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيته فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف قال فانصرفت وقد روي هذا من وجوه أخر فهو حديث جيد قوي الله أعلم ثم يعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره لما رواه أبو داود حدثنا مؤمن بن الفضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بشرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور انفرد به أبو داود وقال أبو داود أيضا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جليل حينئذ قال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزير قال جاء ردن قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من المظر وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عربيل عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديثه من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة النور لابن كثير وفي الصحيحة عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأة اطلع عليك بعين إذن فخذته بحصات ففقأت عنه ما كان عليك من دماع وأخرج الضماعة من حديث ثابة عن محمد بن من كدر عن زابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا قال أنا أنا كأنه كره إن أنا أذكرها ذلك لأن هذه المادة لا يعرف صاحبها حتى يخصح باسمه أو كنته التي هي مشهور بها وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية وقال العيو فيه عن ابن عباس الاستئناس الاستئذان فكذا قال غير واحد وقال ابن جبيل حدثنا ابن بشاع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بس عن سعيد ابن جبيل عن ابن عباس في هذه الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا قال إننا هي خطأ من الكتاب حتى تستأذنوا وتسلموا وهكذا رياه هاشين عن أبي بس وهو جاعتر ابن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله وزاد وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا وكان يقرأ على كراءة ابن ابن كعفر رضي الله عنه وهذا غريب جدا عن ابن عباس وقال هاشين برد النزيرة عن ابراهيم قال في المسخة بمثعيد حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جليل وقد قالوا بالله أحمد هدثنا روح هدثنا ابن جريد أخبرني عمر بن أبي سفيان أن عمر بن أبي صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بالفتح بلبع وبدعه وضغى بيش النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم فأدخل فذلك بعدما أسلم صفوان فرواه أبو داود والترمذي والنفائي من حبيث ابن جريد وقال الترمذي حسن الغريب لا نعرفه إلا من حبيثه وأبو داود حدثنا أبو بقر ابن أبي شيدة حدثنا أبو الأحوص عن منفور عن رضعي قال أتى عابل من بني عامل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أعالجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئجام فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وقال وسيل أخبرنا منصور عن ابن سيرين وأخبرنا يونس بن عبيد عن عبد بن شعيد مشتقفين أما رجبا اختأذن على نبي صلى الله عليه وسلم فقال أألجي أي أملجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا كله يقال لها ريبة قل إلى هذا فعلميه فإنه لا يحسن أختأذن فقولي له يقول السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فقال دخل وقالت النبي عدتنا الفضن بن السلاح عدتنا سعيد بن زكريا عن عمبثة بن عبد الرحمن عن محمد بن زياذان عن محمد بن المنكبر عن زابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام ثم قالت النبي عمبثة ضعيف الحديث زاهب ومحمد بن زياذان في إثناده مكارة وضعف وقال هسوم قال مغيره قال مجاهد جاء ابن عمر من حاجة وقد أعظاه الرمداء فأتى فستاة امرأة من القريش فقال السلام عليكم أأدخل قالت ادخل بسلام فأعاد فأعادت وهي يرايف بين قدميه قال قولي ادخل قالت ادخل فدخل وابن أبي حاطم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عن الأحوال حدثني خالد ابن إياس حدثتني جدتي أم إياس قالت كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلنا ندخل فقالت لا قلنا لصاحبتكن تستأذن قلنا لصاحبتكن تستأذن فقالت السلام عليكم أمدخل قالت دخلوا ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها فالآله وقال هاشين أخبرنا أشعف بن سوار عن كردوس عن ابن مسعود قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخياتكم وقال أشعف عن عدي بن سابت أن امرأة من الأمثال قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا يارد ولا يارد وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا الآية وقال ابن جائر سمعت عطاء ابن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال ثلاث آيات جحدهن النار قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال لا أقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيت قال الأدب كله قد جهده الناس قال قلت أستأذن على أخياتي أيتان في حجري معي في بيت واحد قال نعم فرددت عليه لأخ صريف أبا فقال تحب أن تراها أريانا قلت لا قال فاستأذن قال فرادعته أيضا فقال أتحب أن تطيع الله قال قلت نعم قال فاستأذن قال ابن دغيت وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلى أن أرى أورتها من ذات محرم قال وكان يشدد في ذلك وقال ابن دريج عن الزهري سمعته زين ابن سرحدي الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على إنهاتكم وقال ابن دريج قلت لأعطاء أستأذن الرجل على امرأته قال لا وهذا نحمل على عدم الوذوب وإلا فلأين أن يعلنها بدخوله فلا يفاجئها به لاختمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها وقال عبد جعفر ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا الحسين حدثنا محمد بن حادم عن الأعمش عن عمر بن مرة عن يخي بن الجزار عن ابن أخي زيمد امرأة عبد الله بن مسعود عن زيمد ربي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حادة فانتهى إلى البعد فنخمح ونزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكره اسمه به صحيح وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن ثنان الواسطي حدثنا عبد الله بن مير حدثنا الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي غير تقعد كان عبد الله إذا دخل الدار استأمث تكلم ورث عصوته وقال مجاهد حتى تستأمث قال كنخم أي كنخم وقال الإمام أحمد بن خند رحمه الله أنه قال إذا دخل رجل بيته استحب له أن يتنح نها أي حرب كان عليه ولهذا جاء في صحيح رسول الله صلى الله عليه وعليه أنه نهى أن يطرق رجل أهله طريق وفي رواية ليلا يتخزنهم وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهار فأناقض ظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء يعني آخر النهار حتى تنتشف الشعفة وتستخد المعيبة وقال ابن أبي خاتم حدثنا أبي حدثنا أبي بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن سائد حدثني أبي خورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رفو الله هذا السلام فما الاستئناس قال يتكلم الرجل بتشبيحة أو تكثيرة أو تخميلة ويتمحمر فيؤذن أهل البيت هذا حديث عديد وقال قتابة في قيله حتى تستأمس هي الاهتئجان صلاحة فمن لم يؤذن له منهم فليرجع أما الأيل فالإسماء الحي أما الأولى فالوسن والحي وأما الثانية فليأخذوا حضرهم وأما الثالثة فإن شاءوا أبن فإن شاءوا ردوا ولا تقفن على ذاب قيم ردوك عن ذابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعجل وقال مقاتل ابن حيان في قيله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى لا تستأمس وتسلم على أهلها كان رجل في الجاهلية إذا لقى صاحبه لا يسلم عليه فأقول حييت صباحا وحييت مساء وكان ذلك كحية القوم بينهم وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحن ويقول قد خلت فنقى ذلك فيشق ذلك على الرجل فلعله يكون مع أهله فعير الله ذلك كله في سكر معفة وجعله نقيا نزها من الدم في القبر والدرن فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأمسوا وتسلموا على أهلها الآية وهذا الذي قاله مقاتل حسن ولذلك قال تعالى ذلك خير لكم يعني باستئذان خير لكم بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت لعلكم تذكرون فقاله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحد مثل تدخلوها حتى يؤذن لكم وذلك لما فيه من تصرف في ملك الغير بغير إذنه فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن فإن كيل لكم ارجعوا فارجعوا وأذكالكم أي إذا أرديكم من البعض قبل الإذن أي بعد فارجعوا ويأذكالكم أي ارجعكم أذكالكم وأطهر والله بما تعملون عليم وقال قتاده قال بعد المهاجرين لقد تنبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستئذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغطبط هامش في المسطة المكية متعبب انتهى وإن كيل لكم ارجعوا فارجعوا ويأذكالكم والله بما تعملون عليم وقال سعيد مجبير في الآية أي لا تقف على أبواب الناس وقاله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير نسكون الآية هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها وذلك أنها تقتل جهاز الدخول إلى البيوت التي بإذنه كالبيت المعدل البيت إذا أذن له فيه أول مرة كفى قال ابن دنيس قال ابن عباس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ثم نسخ أستفنى فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكورة فيها مكاء لكم وكذا ري عن أكرمة الحسن البصري وقال آخرون هي بيوت التجار كالخامات ومناظر الأسفار وبيوت مكة وهي لذلك واختار ذلك ابن جريف وحكاه عن جماعة والأير الأبهر رلاه أعلم وقال مالك عن زيد بن أسلم هي بيوت الشعر كل المؤمنين وغدوا من أبصارهم وحسبوا فرودهم ذلك أزدالهم إن الله خبير بنا وصنال هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يعدوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظر إلا إلى ما أداخ لهم النظر إليه وأن يغنبوا أبصارهم عن المحارم فإن اتفق أن يطع البصر على محرم من عير قصر فليصر البصر عنه سريعا كما رواه نسلم في صحيحه من حديث يونس ابن عبيد عن عمر بيسعيد عن أبي زرعة ابن عمر ابن جريع عن جده جريب ابن عبد الله البدنين رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري وكذا رواه الإمام أحمد عن هاشيم عن يونس ابن عبيد به ورواه أبو داود والترميدي والنسائي من حديثه أيضا وقال ترميدي حسنا صحيح وفي رواية لبعضهم فقال انظر إلى الأرض الصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى الله أعلم وقال أبي داود حدثنا إسماعيل ابن موسى الفجاري حدثنا شريك عن أبي ربيعة الأبادي عن عبد الله ببريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع نظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة رواه المذي من حديث شريك وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه وفي الصحرح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الدنيس على الطرقات قالوا يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال رب البصر يكف الأب ورب السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال أبو القاسم البغري حدثنا طالوك بن عباد حدثنا طبيب بن حسين سمعت أبا أمامك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوني بست أكفل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا أتمنى فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف وأعدوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فعودكم وفي صحيح البخاري من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة وقال عبد الرزاق أنبأنا معنى عن أيوب عن المسيرين وما بينه قال كل ما عصي الله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين فقال كل المؤمنين يغض من أبصارهم ولما كان نظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهم ثم إلى القلب ولذلك أمر الله بحفظ الفرود كما أمر بحفظ الأجفار التي هي أبواعث إلى ذلك فقال تعالى كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وحفظ الفرد كارة يكون بمنعه من الزنة كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الآية وإثارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند في مسند أحمد والسمن اخفظ أورتك إلا من زودتك أو ما ملتت يمينك ذلك أزكى لهم الأطهر لقلوبهم وأزقى لدينهم كما يقيل من حفظ بصره أورثه الله نيراً في بصيرته ويروى في قلبه ورأى الإمام أحمد حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرها يحوى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي إمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من المسلم ينظر إلى محاسم امرأة ثم يغد بصره إلا أخلف الله له عبادة يدد حلاوتها ورؤية هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحظيفة وعائشة رضي الله عنهم ولكن في أثانيبها بعث إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه وفي التبراني من طريق عبدالله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعاً لتغدن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن أجوهكم أو لتكسفن أجوهكم وقال التبراني حدثنا أحمد بن زهير من التستوري قال قرأنا على محمد بن حس بن عمر الدرير المقرر حدثنا أخي بن أبي بكير حدثنا هريم بن سفيانة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظر سهلاً من سهان إبليس مسموم من تركه مقافتي أبدلته الإيمان ويجب خلاوتها في قلبه وقاله تعالى إن الله خبير بما يصنعون كما قال تعالى يعلم خائمة الأعون وما تكفي الصدور وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حده من الزن أدرك ذلك لا محالة فزن العينين النظر وزن اللسان النبط وزن الأبنين الاستماع وزن اليدين البطش وزن ذجلين الخطأ والنفس تمنى وتشتهي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه رياه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما ذكر وقد قال كثيرا من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرض وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان وشدد آخرين في ذلك كثيرا جدا وقال ابن أبي الدنيا هدثنا أبي سعيد المدني هدثنا عمر بن سهل الماغني هدثني عمر بن محمد بن صهبان عن شفان ابن سليم عن أبي هريرة ربي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين بأكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا شهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس الزباب من خشية الله عز وجل وقل للمؤمنات أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبنائ بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملتت أيمانهم أو أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عبرات النساء ولا 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 يضربنا بأرض لهن ليعلمنا ويخفين من زينتهن وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لا لكم تفلحون هذا أمر من الله تعالى للمساء المؤمنات وغيره منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهم عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشبكات وكان سنب نجول هذه الآية ما ذكره المقاتل ابن حيان قال بلغنا والله أعلم أن جابر ابن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرفد كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخل عليها غير متجرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى وقل للمؤمنات يغبطن من أغصارهم الآية فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغبطن من أغصارهم أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن ولهذا ضمد كثير من العلماء إلى أنه لا يدود للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلة واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والتنبي من حبيث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وممنا قالت فاينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني أعوان أنتما ألستما تبصرانه ثم قالت النبي هذا حديث خسر صحيح وذهب آخرين من العلماء إلى جواج نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما تبدأ في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحدشة وهم يلعبون بحرابهم يا ملعيد في المسجد وعائشة إن المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى من لترجعت وقاله لا يحفظن فروجهن قال سعيد بن جغير عن الفواحش وقال قتادة ياسفيان عما لا يحل لهم وقال مقاتل عن الزنا وقال أبو العالية كل آية نزرت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد وقوله تعالى وَلَا يُبِدِينَ زِينَتَهُمَّ إِلَّا مَا ذَهَى مِنْهَا أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مصعود كالرداء والثياب يعني على ما كان وتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلجل ثيابها وما يبدو من أسافر الثياب فلا خرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زه النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مصعود الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم وقال الآمس عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وَلَا يُبِدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَالْخَاتَنَ وَرِيْهَا 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 وَأَطَاءَ وعكرمه سعيد ابن جبير وابو الشعفاء والضحاك وابراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها كما قال ابو إسحاق السبعي عن ابو الأحرث عن عبد الله قال في قوله وَلَا يُبِدِينَ زِينَتَهُمْ الزِينَةُ الْقُرْطُ وَالْدَنُّوجُ وَالْخَلْخَالُ وَالْقِلَابَةُ وفي رواية عنه بهذا الإشناد قال الزينة جينتان فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والثوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب وقال الزهري لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة الأخمرة والأقرطة من غير حصل وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال ويستمر أن ابن عباس ومن تأبعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفير وهذا هو المشهور عند الجنهور لا يستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب بن كعب الأنفاكي ومؤمن بن الفض الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بسير عن قتادة عن خالد بن بريك عن عائسة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيف لكن قال أبو داود وأبو حاثم الرازي هو مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم وقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جِيُّبْهِنْ يعني المقامة يعمل لها صفات ضارفات على صدورهم لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مصفحة بصدرها لا يواريه شيء ربما أظهرت أنقها وذوائب شعرها وأقرطت آذانها فأمر الله المؤمنات أن يتسطرن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَادِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَوْهِنَّ مِنْ جَلَابٍ بِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَيَّا رَفْنَ فَلَا يُؤْذَنِ وقال في هذه الآية الكريمة وَلْيَبْرِدْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ والخمر جمع الخمار وهو ما يخمر به أن يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع قال سعيد بن ذبير وَلْيَبْرِدْنَ وَلْيَشْدُدْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ يَعَنِي عَلَى النَّحْرِ وَالصَبْرِ فلا يرى منه شيء وقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يَرْحَمِ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِوَاتِ الْأُوَلِ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَبْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُرُوتَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا وقال أيضا حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن ابن مسلم عن ففية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وَلْيَطْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ أَخَذْنَ أُذُرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِ فَاخْتَمَرْنَ بِهِنَّ وقال ابن أبي حاتل حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن أثمان بن خيث عن سفية بنت شيبة قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريس وفضلهم فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريس قريس لفضل وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت صورة النور وليضربن بخمرهن على ديوبهن انقلب رجالهن إليهن واتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويطل الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدرات كأن على رؤوسهن الغربان ورواه أبو داود من غير وجهن عن صفية بانتشابه به وقال ابن جليل حدثنا يونس أخبرنا ابن أهب أن قرة ابن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاد عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله النساء المهادرات الأول فما أنزل الله وليبردن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها وهو أبو داود من حديث ابن يهب به وقوله تعالى وَلَا يُرِدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنْ أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهم أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهم أو إخوانهن أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم كل هؤلاء محارم المرأة يجب لها أن تظهر عليهم بزيمتها ولكن من غير تبرج وقد رأى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عثار وحدثنا حماد بن سلم حضرنا داود عن الشعبي وأكرم في هذه الآية وَلَا يُرِدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنْ أو آبائهن أو آباء بؤولتهم حتى فرغ منها وقال لن يذكر العم على الخال لأنهما ينعاتان لأبنائهما وَلَا تَبَعُ خِنَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتسمع له بما لا يكون بحضرة غيره من فضلك تابع بقية المادة نتبع القراءة في تفسير سورة اليوم لدي كثير وقوله أو نفائهم يعني تظهر بذينتها أيضا للنفاء المسلمات دون نفاء أهل الزمة لألا تطفقهن لرجالهن وذلك إن كان مخذورا في جميع النفاء إلا أنه في نفاء أهل الزمة أشد فإنهن لا ينعهن من ذلك ناما فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجه في الصحيحين عن ابن نفعو ورأى سعيد بن منصور في سننه أدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارف بن قي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها وعقال مجاهد في قوله أو نسائهم قال نساءهن المسلمات ليس المشركات من نسائهم وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة وروا عبد الله في تفسيره عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباد أو نسائهم قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نفرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم وروا سعيد حدثنا يا جرير عن ليس عن مجاهد قال لا تبع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول أو نسائهم فليست من نسائهم وعن مكفول وعبادة ابن نفي أنهما كره أن تقبل المسرانية واليهودية والمبيتية المسلمة فأما ما رواه ابن أبي حاكم حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمه قال قال ابن عطاء عن أبيه لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صخ فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد فالله أعلم وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن قال ابن جبير يعني من نساء المشركين فأدوذ لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها وذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون بل يدوذ أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء واستدل بالحديث الذي رواه أبو جاود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع ثانم بن جيناع عن ثابت عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعود قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأ إنما هو أبوك وغلامك وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة خديد الحمصي مولى معاوية أن عبدالله بن مسعدة الفجاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقت ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام سسين وكان من أشد الناس على علي رضي الله اجنى أبي طالب رضي الله عنه ورأى الإمام أحمد هدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحدى كن مكافب وكان له ما يؤدي فلتحتجد منه ورأى أبو جاود عن مسدد عن سفيان به وقوله تعالى أتابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني كالأجراء والأتباه الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في أقولهم ولهم محوب ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهم قال ابن عباس والمغفل الذي لا شهوة له وقال مجاهد هو الأبلة وقال أكرمه والمخنف الذي لا يقوم ذكره وتذلك قال غير واحد من الثلاث وفي الصحيث من حديث الزهرية عن عروة عن عائشة أن مخنفا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت مرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم فأخرجه فكان بالبوداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم وراء الإمام أحمد حدثنا أبو مع عيوة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت ذكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنف وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها والمخنف يقول يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائفة غدا فعليك بابنك غيلان فإنها تقبل بأربع وتذبر بثمان قال فتنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك أخرجاه في الصحيحين من حديث هسام بن عروة وقال الإمام أحمد هدثنا عبد الرزاق هدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنف وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعي تمرأه فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه ورواه مسلم عبد داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة فقوله تعالى أي الكثل الذين لم يظهروا على عائرات النساء يعني لصغرهم لا يسهمون أحوال النساء وعائراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشي وحركاتهن وسكناتهم فإذا كان الطفل صغيرا لا أسهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه لحيث يعرف ذلك لا يدريه ويفرق بين الشوهاء والحثناء فلا يمكن من الدخول على النساء وقد ثبت في السهلحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء قيل يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت وقوله تعالى وَلَا يَبْرِبْنَ بِأَرْضُ لِهِنَّ الآية كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمسي في الطريق وفي رجلها خلخان صانف لا يعلم صوتها فضربت برجلها الأرض فأسمع الرجال تنينه فنهى الله المؤمنات عن نفس ذلك وكذلك إذا كان شيء من دينتها مستورة فتحركت بحركة لطوبه رماه وخفي دخل في هذا النه لقوله تعالى وَلَا يَبْرِبْنَ بِأَرْضُ لِهِنَّ إلى آخره ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند قروجها من بيتها فأسمع بذال طيبها فقد قال أبو عيسى الترمذي أدثنا محمد بن بشار أدثنا يخي بن سعيد القطان عن ثابت ابن عمارة الحنفي عن غنين بن قير عن أبي موسى ربي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين جانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجل فهي كذا وكذا يعني جانية وتلباب عن أبي هريرة وهذا حتم صحيح فرواه أبو داود عن نفائي من حديث ثابت بن عمارة به وقال أبو داود حتى سنى محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عظم بن عبيد عن عبيد مولى أبي ره عن أبي هريرة ربي الله عنه قال لقيتهم رأة سن منها ريح الطيب ولذيلها إعصار فقال يا أمية الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال لها تطيبت قالت نعم قال إني سمعت حبي أبو القاسم أن الله عليه وسلم أقول لا يقضي الله صلاة امرأة مطيبة لهذا المسجد حتى أترجع فتغسل غسلها من الجنابة ورواه ورواه ابن ماذا عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن سفيان وابن عيين وتبه ورواه التلميذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن نيمونة بن ستاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراصلة في الجينة في غير أهلها كمثل ظلمة اليوم القيامة لا نور لها ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وفض الطريق لما فيه من التبرد قال أبي داود حدثنا التغلبي حدثنا عبد العزيز يا عن ابن محمد عن ابن أبي اليمان عن شداد ابن أبي عمر ابن حماس عن أبيه عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصار عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اخترت الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحفظن الطريق عليكن بخارثة في الطريق فكانت المرأة فالسق بالجدار حتى إن سعبها لا يتعلق بالجدار من لسوقها به وقولهم تعالى وتوفوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون افعلوا ما أراكم به من هذه الفتاة الجميلة والأخلاق الجليلة وتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والفتاة الرذيلة فإن الفلاح كل الفلاح بفعل ما أمر الله به ورسوله فترك ما نهى عنه والله تعالى هو المستعان فإن أخلاق وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم إن يكونوا فيهم خيرا وإنكراه من غفور رحيم ونقل أنزلنا وإنائكم آيات مبينات آيات مبينات ومثلا للهزين خلو قبلكم وموعدة للمتقين اجتملت هذه الآيات الكريمات المبينات على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة فقوله تعالى وأنكحوا الأوامر منكم إلى آخر هذا أمر بالتزويد وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أجيبه على كل من قدر عليه واحتجه بظاهر قوله عليه السلام يا معشر الشباب من استفاع منكم الباءة فليتزود فإنه أعضل البصر وأحصر للفرج ومن الذي يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أخرجه فالطائفين من حديث ابن مسؤول وقد جاء في الثمن من غير وده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزود الوليد كما سلو فإني نباه بكم الأمن ومن القيامة وفي رهاية حتى بسطق الأيام جمع أي ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها ولرجل الذي لا زوج له وضياء كان قد تزوج في المفارق أو لم يتزوج واحد منهما حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أي ومرأة أي وقيله تعالى إن يكون فقراء يغنهم الله من فضلس الآية قال علي بن أبي فلحك عن ابن عباس فرغبهم الله في التزوير وعمر به الأحرار على العبيد ووعدهم عليه الغنى فقال إن يكون فقراء يغنهم الله من فضلس وقال ابن أبي خاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا عمر عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال بلغني أن أبا ذكر نفس البيت رضي الله عنه قال أطيع الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله وعن ابن مسعود التمث الغنى في النكاح يقول الله تعالى إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله رواه ابن جري وذكر البغوي عن عمر نحوى وعن الميث عن محمد عدلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رب الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق عن الله عونهم المكس يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغاز في سبيل الله رواه الإمام أحمد والتلميذي والنسائي وابن مادة وقد زود النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي من يجد عليه إلا إزارة ولم يقدر على أخوة من حديث ومع هذا فزوده بتلك المرأة رجعل تباقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن والمعهود منكر من الله ولبسه أن يرزقه ما فيه كفاة لها وله وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث يغنيكم الله فلا أصل له ولم أره بإثناد قوي ولا ضعيف إلى الآن وفي القرآن غنية عنه وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها فلله الحمد وإنه وقوله تعالى وليستأخذ الذين لا يجدون مكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويد بالتعطف عن الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع من يكون الباءة فليتزوج فإنه أغضر البطل وأخصم الفرد ومن لم يستطع فعليه بالطوم فإنه له وجاء الحديث وهذه الآية المفلقة والتي في سورة النساء أخص منها وهي قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المخصنات إلى قوله وأن تشبروا خير لكم أي تبركم عن تزويد الإناء خير لكم لأن الولد يجيء رخيطا لأنه غفور وخيم قال إكلمة في قوله وليفتعت في الذين لا يجدون مكاحة قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي فإن كانت لهم رأة فليذهب إليها وليقض حادته منها وإن لم يكن لهم رأة فلينظر في ملكوت السماوات الأرض حتى يغنيه الله وقوله تعالى فالذين يبتهون الكتاب منا ملتت أيمانكم فكاتهوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا أمر من الله تعالى مفتاد إذا تلب عبيدهم منه الكتاب أن يكاتبوهم بشر أن يكون للعبد سيلة وكشف يؤدي إلى سيده المال الذي شارته على أدائه فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحكم وإيجاب بل السيد مخير إذا تلب منه عبده الكتاب إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه وكذا رأى ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح إن يشأ كاتبه كاتبه وإن يشأ لم يكاتبه وكذا قال المقاتل ابن خيان والحفن البصري وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا تلب أنه عبده ذلك أن يجبه إلى ما تلب أخضر بظاهر هذا الأمر وقال البخاري وقال ريح عن ابن هريد قلت لعطاء واجب علي إذا عليت له مالا أن أكاتبه قال ما أره إلا واجبا وقال عمر بن جيهاء قلت لعطاء أتأثره عن أحد قال لا ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن ابن سيرين سأل أنس من المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانتلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فدربه بالجرة عبي عمر ربي الله عنه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه هكذا ذكى له البخاري معلقة رواه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريز قال قلت لعطاء أعطاء أعطاء علي إذا علمت له موالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا وعطاء ابن جريز عدثنا محمد بن بشار عدثنا محمد بن بك عدثنا فعيد عن قتابة عن أنت بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فتائل له عمر لا تكاتبه إسمه صحيح رأى فعيد بن منصور حدثنا هسيم بن جويبر عن البحاك قال هي عزمة وهذا هو القول القديم من قول الشافعي وذهل في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام لا يحل مال لئن نسلم إلا بك بنك وقال ابن قال أمر عندنا أنه ليس على سير العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أحد من الأئمة أكره أحد على أن يكاتب عبده قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه الناس وليس بواده وكذا قال ثوري وأبو خنيفة وعبد الرحمن بن زيج بن أسلم وغيرهم واختار ابن جرير قول الوجود بظاهر آية وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا قال بعدهم أمانة وقال بعدهم صدقا وقال بعدهم مالا وقال بعدهم خيلة وكثبة فرأى أبي داودة المرافيل عيح بن أبي كثير قال قال رسول الله عليه وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم فيهم خرفة فلا ترسلوهم كلا على الناس وقال له تعالى فآتوهم من مال الله الذي آتاكم فاختلف المفسرون فيه فقال بعدهم معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها ثم قال بعدهم من أقدار الربع وقيل الثلث وقيل النفس وقيل دبع من الكتابة من غير حد وقال آخرون بل المرات من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم والنسيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن جزيب بن أسلم وأبيه ومقاتل بن محيان واختاره بن جريب وقال إبراهيم النخائي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال حسن الناس عليهم علاه وغيره وكذا قال بريدة ابن الحسيد الأسلامي وقتاده وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أي يعين في الرقاب وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فناسة حق على الله عونهم فذكر منهم المكاتب يريد الأداء والقول الأول أشهر وقال ابن أبي حاتل حدثنا محمد ابن إسماعيل حدثنا وقيا عن أبي شبي عن إكلمة عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكن أبا أمية فجاء ينجله حين حل فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى وكون من آخر نزل قال أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ فكا أكبوهم منا لله الذي آتاكم قال أكرم فكان أول نجم أدى في الإسلام فقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون ابن مغيرة عن عمدسة عن صارم الأفتة عن سعيد من جبير قال كان ابن أمر إذا كاتب مكاتبا لم يضع عنه شيئا من أول نجين مخافة أن يعبز فترجع إليه سببته ولكن إذا كان في آخر مكاتبة وضع عنهما أحد وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال دعوا عنهم من مكاتبتهم أكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم ابن أبي وزه وعبد الكريم ابن مالك الجهري والسدي وقال محمد في الآية كان يعجبهم أن يدعى رجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته وقال ابن أبي خاتم أخبرنا الفضل بن شاذان المقر أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هنشان بن يوسف عن ابن جريد أخبرنا عطاء بن الثائف أن عبد الله بن جندر أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة وهذا حديث غريب رفعه منكر والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلام ورحمه الله وقوله تعالى ولا تكره فتياتكم على الضغاء الآية كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمه عرسلها تزيير وجعل عليها بريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة لما ذكر رواح من المفسرين من الثلاث والخلط في شأن عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء فكان يكره عن البغاء ثلما لخراجهم ورهبة في أولادهم ورياسة منه فيما يزعم ذكر الآثار يارزة في ذلك قال حافظ أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مصنده حدثنا أحمد بن جاويد الواسطي حدثنا أبو عمر النخلي يعني محمد بن الحجاب حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما داء الإسلام نزلت فلا تكره فتواتكم على البغاء الآية وقال الآية عن أبي تفيان عن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفدور وكانت لا بأس بها فتأبى فأنزل الله هذه الآية ولا تكرهوا فتاعدكم على البغاء إلى قيله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن رسول رحيم قراء النسائي من حديث من دريج عن أبي الزبي عن جابر نحوه وأقال الحافظ أبي بكر البزار حدثنا عمر بن علي حدثنا علي المساعد حدثنا الأعمش حدثني أبي سفيان عن جابر قال كان لعبد الله بن أبي بن تلول جارية يقال لها نسيكة وكان يكرهها على البغاء فأنزل الله ولا تكرهوا فتاعدكم على البغاء إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن رسول رحيم ترح الأعمش بالسماح من أبي سفيان بن طلحة ابن ناسا فدل على بثنان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيح حكاه البزار ورأى أبو جايد الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس أن زارية لعبد الله بن أبي كانت تزمي في الجاهلية فالدت أولادا من الزنا فقال لها نعمك لا تزمين قالت والله لا أزمي فقال لها بها فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء فرأى البزار أيضا حدثنا أحمد بن جايد الواسطي حدثنا عبد عمر النخني يعني محمد بن الحداد حدثنا محمد بن إسطاق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كانت تزمي لعبد الله بن أبي قال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكرامهن غفور رحيم وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من القريش أسرى ومبدل وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا وكانت لعبد الله بن أبي زارية يقال لها معاذة وكان القراجي الأسير يريدها على نفسها وكانت تسلمه وكانت تنترع منه لإسلامها وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويدربها رجاء أن تحمل من القراشي فيطلب فداء ولده فقال تبارك أتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا فحصنا وقال سبي ونزلت هذه الآية الكريمة لعبد الله بن أبي سنوذ رأس المنافقين وكانت له دعية تدعى معاذة وكان إذا نزل به بيت أرسلها إليه لعقعها إرادة السلابهم والكرامة له فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك فذكره أبي بكر لنبي صلى الله عليه مندوكتنا فأنزل الله فيهم هذا وقال المقاتل بن حيان بلغني والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رضي لين كانا يكرهان أمتين لهما إحداظهما اسمها مسيكة وكانت الأنصار وكانت أمين ثم مسيكة لعبد الله بن أبي وكانت معاذة وأروا بسلك المنزلة فأتت مسيكة وإمها النبي صلى الله عليه يعنينا وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا نصوم له وقوله تعالى لكذ تغوى عرض الحياة الدنيا أي من خلابهن ومهورهن وأولادهن وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وثلما عن كسب الحجان ونهر البغي وحلوان الكاهن وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجان خبيث وثمن وقاله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور الرحيم أي لهن كما تقدم في الحديث عن جابة وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإن تعالتم فإن الله لهن غفور الرحيم فإسمهن على من أكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء خراساني والأعمش وقفادة وقال أبو عبيد حدثني إصحاق الأزرق عن عوص عن الخسن في هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن غفور الرحيم قال لهن لماه لهن لماه وعن الظهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه وعن جيد بن أسلم قال غفور رحيم للمكرهات حتى هن ابن المنزل في تفسيره بأسانيده من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة النور لبنك فيه وقال ابن أبي حافظ حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى ابن عبد ماه حدثنا مجلوه أتحدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن سعود فإن الله من بعد إكراههن وصور الرحيم لهن وإذنهن على من أكرههن وفي الحديث المرتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والمسيان وما تكره عليه ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن فيه آيات وعضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عن الأمم الماضية وما خل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى كما قال تعالى فجعلناهم ثلثا ومثلا من الآخرين أي جابرا عن ارتكاب المآثم والمخارم وموعظة للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه قال علي بن أبي طالد رضي الله عنه في صفة القرآن فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزي من تركه من جبار خصمه الله ومن اتغى الهدى من غيره أضله الله الله نور السماوات والأرض نفل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درزي من قدم شجرة مباركة من زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفسه نار نور على نور يهدي الله النور بي من يشاء فيضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء علي قال علي بن أبي طلقة عن ابن عباس الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما وقال ابن جرير حدثنا سليمال بن عور بن خالد الرقي حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس بن مالك قال إن الله يقول نوري هدى واختار هذا القول ابن جرير وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعر في قوله تعالى الله نور نور السماوات والأرض مثل نوره قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره فدرد الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور نور من آمن به قال فكان الأبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره وهكذا رواه سعيد بن جبير وعقيف بن سا عن ابن عباس أنه قرأها كذلك مثل نور من آمن بالله فقرأ بعضهم الله منور السماوات والأرض وعن الضحاة الله نور السماوات والأرض وقال سدي في قوله الله نور السماوات والأرض فبنور أضاءة السماوات والأرض وفي الحديث الذي رواه محمد وإصلاق في السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف أعوذ 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 بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآفرة أن يحل بي عضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبة حتى فرد ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الصحيحين علي بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم الحديث وعلي بن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه وقوله تعالى مثل نوره في هذا الدمير قولان أحدهما إنه عائد إلى الله عز وجل أي مثل هداه في قلب المؤمن قاله ابن عباس كمشكاه والثاني أن الدمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه فشدها قلب المؤمن وما هو مقتور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفتور عليه كما قال تعالى أفمن كان على بينة غبه ويتلور شاهد منه فشدها قلب المؤمن في صفاته في نفسه في القنديل من الزجاب الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشر بالزيت الجيد الصاف المشرق المعتدل الذي لا كبر فيه ولا الحرع فقوله كمشكاه قال ابن عباس ومجاهد ومحمد ابن كعب وغير واحد هو موضع الفتيرة من القنديل هذا هو المشهور فبهذا قال بعده فيها مصباح وهو الزبالة التي تضيب فقال العوفيم عن ابن عباس قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يخلط نور الله من دون السماء فبعد الله مثل ذلك لنوره فقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات والمشكة كوة في البيت قال وهو مثل ضربه الله لطاعته فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هي الكوة بلغة الحفشة وزاد بعضهم فقال المشكة الكوة التي لا منفذ لها وعن مجاهد المشكة الحجائد التي يعلق بها القنديل والقول الأول أولى وهو أن المشكة هي موضع الفتيغة من الكنديل ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الزبالة قال أبي بن كعب المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره وقال السدي هو السراد المصباح في زجاجة أي هذا الدوء مشبط في زجاجة صافية وقال أبي بن كعب وغير واحد وهي نظير قلب المؤمن الزجاجة كأنها كوكب دري قرأ بعضهم ببن الدال من غير همزة من الدر أي كأنها كوكب من در وقرأ آخرون درئي ودرئي بكسر الدال وابنها ودرئي مع الهمزة من الدر وهو الدف وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري قال أبي بن كعب كوكب المضيء وقال قتابه مضيء مبين ضخم يوقض من شجرة مباركة أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة زيتون بدل أو عط بيان لا شرقية ولا غربية أي ليست في شرقية بقعتها فلا تسل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا وراء ابن أبي حات حدثنا محمد ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد أخبرنا عمر ابن أبي قيس عن سماك ابن حرب عن أكلمة عن ابن عباس في قوله زيتون لا شرقية ولا غربية قال يا شجرة بالصحراء لا يظنها شجر ولا جبل ولا كه ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها وقال يحفظ بن سعيد القبطان عن أمراه بن جرير عن أكلمة في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية قال هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها وقال ابن أبي حاكم حدثنا أبي حدثنا أبو نعين حدثنا عمر بن فرور عن حبيب ابن سبير عن عكرمة وسأله رجل عن قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية قال تلك زيتونة بأرض فلا إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها فإذا غربت غربت عليها فذلك أصفى ما يكون من الزيت وقال مجاهد في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية قال ليست بشرقية لا تثيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا تثيبها الشمس إذا طلعت ولكنها شرقية وغربية تحيبها إذا طلعت وإذا غربت وعن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيف قال هو أدود الزيت قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس فالشمس تحيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعب شرقية ولا غربية وقال الفدي قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق ولكنها على رأس جلل أو في صحراء تحيبها الشمس النهار كله وقيل المراد بقوله تعالى لا شرقية ولا غربية أنها في وسط الشجر ليست دادية للمشرق ولا للمغرب وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد يبتلى بها فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال إن قال صدق وإن حكم عدل وإن ابتلي صدر وإن أعطي شكر فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا وقال عطية العوفي لا شرقية ولا غربية قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدستكي حدثنا عمر بن أبي قيس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية ليست شرقية ليس فيها غرب ولا غربية ليس فيها شرق ولكنها شرقية غربية وقال محمد بن كعب القرضي لا شرقية ولا غربية قال هي القبلية وقال زيد بن أسلم لا شرقية ولا غربية قال الشام وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره وقال الضحاك توقد من شجرة مباركة قال رجل صالح زيتون لا شرقية ولا غربية قال لا يهودي ولا نصراني وأولى هذه الأقوال القول الأول وهي أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باذ ظاهر ضاحل للشمس قرعه من أول النهار إلى آخره يكون ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قال غير واحد ممن تقدمه ولهذا قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت وقوله تعالى نور على نور قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله وقال مجاهد والصدي يعني نور النار ونور الزيت وقال أبي بن كعب نور على نور فهو يتقلب في خمسة من النور فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني فقال حدثني عن قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء وقال السدي في قوله تعالى نور على نور قال نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه وقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمر حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري حدثنا الأوزائي وحدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمه ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل طريق أخرى عنه قال البزاري حدثنا أيوه عن سويد عن يحيى بن أبي عمر السيداني عن أبيه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمه فألقى عليه النورا من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضري ورواه البزاري عن عبد الله بن عمر من طريق آخر بلغضه وحروفه وقوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أي وأعلم بمن يستحق الهداية من من يستحق الإضلال قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية حدثنا شيبان عن ليس عن عمر بن مرة عن أبي البحتري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل الصراج يزهر وقلب أغلب مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن صراجه فيه نوره وأما القلب الأغلب فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر وأما القلب المسفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النافق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح فأي المذتين غلبت على الأخرى غلبت عليه إسناده جيد ولم يخرجوه في بيوت أذن الله أن ترفع وانذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ترهيه انتجارة رجال لا ترهيه انتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون من تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيده من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالنصباح في الزجاجة الصافية المتوقب من زيت طيل وذلك كالقنديل مثلا ذكر مخلها وهي المساجد التي هي أحب البقاء إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يؤبد فيها ويوحد فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق بها التي لا تليق فيها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها وكذا قال إكرمة وأبو صالح والضحاك ونافئ بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء المفسرين وأقال قتادة هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول مكتوب في التغراء إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضع فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتقييبها وتبخيرها وذلك له محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان فعن أمير المؤمنين عثمان بن عثان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أخرجاه في الصحيحين وراب ماذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة وللنسائي عن عمر بن عمبسة مثله والأحاديث في هذا كثيرة جدا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسادب في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأهل السنم إلا النسائي ولأحمد وأبي داود عن سمرة ابن جندب نحوه وقال البخاري قال عمر ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ورى ابن ماجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرف مساجدهم وفي إسناده ضعف ورى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس وزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى وعن أنت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنية المساجد لما بنيت له رواه مسلم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن وعن أبي هريرة رجلا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي رواه الترمذي وقال حسن غريب وقد روا ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال خصار لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقة ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينفر فيه نبل ولا يمر فيه بلح مي ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه أحد ولا يتخذ سوقا وعن وائلة ابن الأسقع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبوا المساجد سبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجنروها في الجمعة ورواه ورواه ابن ماجة أيضا وفي إسنابه ما ضعف أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه مدن فلما فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجل بسهام أن يقبض على نصالها لألا يؤذي أحد كما ثبت ذلك في الصحية وأما النهو عن المرور باللحم النيئ فيه فلما يخشى من تقاطر الدني كما نهية الحائض عن المرور فيه إذا خوافت التلويث وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا يقتص منه فلما يخشى من إيجاد المجاسة فيه من المضروب أو المقطوع وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعراض الذي بال في طائفة المسجد إن المساجد لم تبن لهذا إنما بني لذكر الله والصلاة فيها ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله وفي الحديث الثاني جنبوا مساجدكم صبيانكم وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم وقد كان وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيان يلعبون في المسجد ورأهم بالمثقة وهي الدرة وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا وما جانينكم يعني لأجل ضعف أقولهم وسخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك وبيعكم وشرائكم كما تقدم وخصوماتكم يعني التحاكم والحكم فيه ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضاء غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسبه ولهذا قال بعده ورفع صوتكم وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يعد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد الكندي قال كنت قائما في المسجد فحسباني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي أدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال أتجري أين أنت فهذا أيضا صحيح وقوله وإقامة حدودكم وسل سيوفكم تقدم وقوله فاتخذوا على أبوابها المطاهر يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة قد كانت قريبا من مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها فنشربون وتطهرون وتوضعون وغير ذلك هامش في النسخة المكية أباريق انتهى وقوله وجمروها في الجمع يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ وقد قال الحافظ أبو ياعلى الموصلي حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافة عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة إسناده حسن لا بأس به والله أعلم وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تدعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وأشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضع فأحسن الوضوع ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تغر الصلاة وعند الدار كطني مرفوعة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وفي السنن بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ بريه اليوم وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري هامش هو في أبي داود انتهى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم وروا مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك من فضلك تابع بقية المادة تفسير سورة النور لابن كثير ورواب النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هرانة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم عصني من الشيطان الرجيم وأواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليت بن أبي سليم عن عبد الله بن حسين عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ورواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك كله محاذرة الطول داخل في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك كله محاذرة الطول داخل في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وقوله ويذكر فيها اسمه أي اسم الله كقوله يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد وقوله وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقوله وأن المساجد لله الآية وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه قال ابن عباس يعني يتلى كتابه وقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال أي في البكرات والعشيات والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس كل تسبيح في القرآن هو الصلاة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالغدو صلاة الغداء ويعني بالآصال صلاة العصر وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عبادة وكذا قال الحسن والضحاك يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة ومن قرأ من القراء يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء من يسبح على أنه مبني لما لم يسمى فاعله وقف على قوله والآصال وقفا تاما وابتدأ بقوله رجال لا تلهيه انتجارة ولا بيع عن ذكر الله وكأنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر لبيك يزيد بارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطائح كأنه قال من يبكيه؟ قال هذا يبكيه وكأنه قيل من يسبح له فيها؟ قال رجال وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام فقوله تعالى الرجال فيه إشعار بهنمهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا أمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن وعبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وقال الإمام أحمد هدثنا يحيى بن غيلان هدثنا رشدين هدثنا عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قاع بيوتهن وقال أحمد أيضا هدثنا هارون أخضران عبد الله بن وه هدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد السائد أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصابيت من بيوتها فكانت الله تصلي فيه حتى نقيت الله تعالى لم يخرجوه هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب كما ثبت في الصحيحة عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله رواه البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود وبيوتهن خير لهن وفي رواية وليخرجن وهن تفيلات أي لا ريح لهن وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينة امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكنا المسجد فلا تمس طيبا وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لساء المؤمنين يشهدن الفجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث نساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاد بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع منا بأيديهم لأن ما عندهم ينفذ وما عند الله باق ولهذا قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم قال هشيم عن شيبان حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة فركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة فقال عبد الله بن مسعود هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية وهكذا رأى عمر بن دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رواه ابن أبي حاتم وابن جريع وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن بجير حدثنا أبو عبد ربه قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني قمت على هذا الدرج أبايا وعليه أربح كل يوم ثلاثمائة دينار أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال عمر بن دينار الأعور كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فمرنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلى سالم هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم قال هم هؤلاء وكذا قال سعيد بن أبي الحسن الضحى والضحاك لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها وقال مطر والراق كانوا يبيعون واشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس وقال سديه عن الصلاة في جماعة وقال مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها وقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال كقوله وأنذرهم يوم الآزفة الآية وقوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا يخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقوله تعالى ها هنا ليبزيهم الله أحسن ما عملوا أي هؤلاء من الذين يتقبلوا حسناتهم ويتجارز عن سيئاتهم وقوله ويزيدهم من فضله أي يتقبلوا منهم الحسن ويضاعفه لهم كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الآية وقال ماذا الذي يقرض الله قردا حسنا الآية وقال والله يضاعف لمن يشاء وقالها هنا والله يرزق من يشاء بغير حساب وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان مفطرا ثم تلا قوله يخافون ويمن تتقلب فيه القلوب والمسعود رواه النسائي وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عليه بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أثناء بنت يزيد بن السكن قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء منادهم فنادى بصوت يسمع الخلائق سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الخلائق ورأى التبراني من حديث بقية عن إسماعيل عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله قال أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجدت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إن يحسبه الظمان ماءا خبتا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عندهم توفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظرمات في بحر اللجي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وظرمات بعضها فوق بعض إذا أخرج وجده لن يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذا من مثلان ضربهم الله تعالى لنوع الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعب مثلين مائيا وناريا وقد تكلنا على كل منها في موضعه بما أغنى عن إعادته ولله الحمد منه فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء فمثلهم في ذلك كالصراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام والقيعة جمع قاع كجار وجيرة والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة ويكون فيه السراب وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار وأما الآن فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه فلما انتهى إليه لم يجده شيئا فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا فإذا واف الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذاء منثورا وقال ها هنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتابه وغير واحد وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تلغون فيقولون يا ربي عطشنا فسقنا فيقال ألا ترون فتمثل لهم النار كأنها سرب يحطه بعضها بعضا فيمطلقون فاتهافتون عفيها وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأرشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البك الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى أو كظلماتهم في بحر اللجي قال قتابه اللجي هو العميق يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها أي لم يقارب رؤيتها من شدة ظلام فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب قال معهم قيل فإلى أين يذهبون قال لا أدري وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرشاه موج الآية يعني بذلك الرشاة التي على القلب والسماء والبصر وهي كقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمئهم وعلى أرصارهم الآية وكقوله أفرأيت من اتقد إلهه هواه وأضمه الله على علم وختم على سمئه وقلبه وجعل على بصره إشاره الآية وقال أبي بن كعب في قوله تعالى ظلمات بعدها فوق بع فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخاله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر كقوله من يضلل الله فلا هادي له وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كبر قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجام والحيوان حتى الجماد كما قال تعالى تسبح له السماوات السفر والأرض ومن فيهن الآية وقوله تعالى والطير صافات والطير صافات أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعله ولهذا قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء ولهذا قال تعالى والله عليم بما يفعلون ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه وإلى الله المصير أي يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية فهو الخالق المالك لا إله إلا هو ألا له الحكم في الدنيا والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الولق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من درد فيصيب به لمن يشاء ويصرفه ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا درقه يكاد سنا درقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعظرة لأولي الأبصار يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإسجاء ثم يؤلف بينه أي جمعه بعد تفرقه ثم يجعله ركاما أي متراكمة أي يركب بعضه بعضا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله وكذا قرأها ابن عباس والضحاك قال عبيد بن عمير اللي فيه يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قمة ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه ثم يبعث الله اللواقحة فتلقح السحاب أراه ابن أبي حاتم وابن جليل رحمهم الله وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد قال بعض النحاة من الأولى من السماء لابتناء الغاية والثانية من جبال للتبعيد والثالثة من برد لبيان الجنس وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البعض وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب فإن من الثانية من جبال عند هذا لابتداء الغاية أيضا لكنها بدل من الأولى من السماء والله أعلم وقوله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوع المطر والبرد فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم ويصرفه عن من يشاء أي يؤخر عنهم الغيس ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نسر في مارهم وإطلاف زروعهم وأشجارهم ويصرفه عن من يشاء رحمة بهم وقوله يكاد سنى برقه يذهب بالأرصار أي يكاد ضوء برقه من شدته يختف الأرصار إذا اتبعته وتراءته وقوله تعالى يقلب الله الليل عن النهار أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدي لا ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه إن في ذلك لعبرة لأولي الأرصار أي لدليلا على عظمته تعالى كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما بعدها من الآيات الكريمات من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة النور لابن كثير رب الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما شاء إن الله على كل شيء قدير يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاك لها ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات ولهذا قال يخلق الله ما يشاء أي بقدرته لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأنفال البينة المحكمة كثيرا جدا وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى ولهذا قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مارضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الزين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله رسولا ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون ولهذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين وقوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الآية أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه وهذه كقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وفي الطبراني من حديث روح بن عطاء عن أبي ميمونة عن الحسن عن سمرة مرفوعة من دعي إلى سلطان فلم يجد فهو ظالم لا حق له وقوله تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله مذعنين وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم فإذ عاله أولا لم يكن على أعتقاد منه أن ذلك هو الحق بل لأنه موافق لهواه ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره ولهذا قال تعالى أفي قلوبهم مرض الآية يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها أو قد عرض لها شك في الدين أو يخافون أن يجور ما هو رسوله عليهم في الحكم وأيما كان فهو كفر محط والله عليهم بكل منهم وما هو منطور عليه من هذه الصفات وقوله تعالى بل أولئك هم الظالمون أي بل هم الظالمون الفاجرون والله ورسوله مبرآم مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور تعالى الله ورسوله عن ذلك قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك حدثنا الحسن قال كان الردل إذا كان بينه وبين الردل منازعة فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعا وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال انطلق إلى فنان فأنزل الله هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فدعي إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظالم لا حق له وهذا حديث غريب وهو مرسل ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله فقال إنما كان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أي سمعا وطاعة ولهذا عصفهم تعالى بالفلاح وهو نيل المقنوب والسلامة من المرهوب فقال تعالى وأولئك هم المفلحون وأقال قتادة في هذه الآية أن يقولوا سمعنا وأطعنا ذكر لنا أن عبادة ابن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه دينادة ابن أبي أمية ألا أمبئك بماذا عليك وبما ذلك قال بلى قال فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله مواحة فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله وقال قتابة ذكر لنا أن أبا الضرداء قال لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في جماعة والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة قال وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن وله الله أمر المسلمين رواه ابن أبي حاتم والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تفسر في هذا المكان وقوله ومن يطع الله ورسوله قال قتابه يطع الله ورسوله فيما أمره به وترك ما نهواه عنه ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل وقوله فأولئك هم الفائزون يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لأخرجن قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تقيعوا أإن تقيعوا تهتدوا ومال الرسول إلا البلاغ المبين يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرتهم بالخروج في الغزو لا يخرجن قال الله تعالى قل لا تقسموا أي لا تحلفوا وقوله طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه وكلما حلفتم كذبتم كما قال تعالى يحلفون لكم لطربوا عنهم الآية وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة الآية فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه كما قال تعالى ألم تر إذا الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لنعصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن أدبار ثم لا ينصرون وقيل المعنى في قوله طاعة معروفة أي ليكن أمركم طاعة معروفة أي بالمعروف من غير حلف ولا إقسام كما يطيع الله ورسوله كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف فكونوا أنتم مثلهم إن الله خبير بما تعملون أي هو خبير بكم وبمن يطيع من من يعصي فالحلف وإظهار طاعة والباطن بخلافه وإن راج على المخلوق فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى ولا يروج عليه شيء من التدليس بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها ثم قال تعالى قل أطيع الله وأطيع الرسول أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وقوله تعالى فإن تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به فإنما عليه ما حمل أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وعليكم ما حملتم أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه وإن تطيعوه تهتدوا وذلك لأنه يدعو إلى صلاة مستقيم صلاة الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الآية وقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قال رهب بن منبه أوحله إلى نبي من أنبياء بني إسقائيل وقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحل فقام فقال يا سماء اسمعي ويا أرض عن ستي فإن الله يريد أن يقضي شأنه ويدبر أمره هو منفذه إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة والأعجام في الغيطان والأنهار في الصحارة والنعمة في الفقراء والملك في الرعاه ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفض ولا غليظ ولا شخاض في الأسواق لو يمر على السراج لم يدفئه من سكينته ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخناء أفتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا وأسدده بكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم وأدعن السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقة والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعض الضلالة وأعلم به من الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكسر به القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة وأجعل أمته خير أمة مخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به الرسل رواه ابن أبي حاتم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة والخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها وأخذ الجزية من نجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهداه فرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحذشة الذي تملك بعض أصحمه رحمه الله وأكرمه ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة قاها بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق فلما شعف ما وهى بعد موته صلى الله عليه وسلم وأخذ جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشان وثالثا صحبة عمر بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر ففتحناه للجيش الشامي في أيانه بصر ودمشق ومقاليفهما من بلاد حوران وما وعلاهما وتوفاهم الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة ومن على أهل الإسلام بأن أنهم الصديقة يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قياما تام لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس وكسر كسر وأهانه راية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصى قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحضر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ربه أتمه سلام وأزكى سلاه ثم لما كانت الدولة العثمانية انتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبته من نواني البحر المحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا وخذل الله ملكهم أعظم خاقان وجبئ الخراض من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عثان رضي الله عنه وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ولهذا ثبتت الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زرى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عننا قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا بن أبي أمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضية ما وليهم اثنى عشر غدلا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية عني فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش ورأوه البخاري من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير به وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك وذكر معه أحاديث أخر وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثنى عشر خليفة عادلة وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثنى عشر فإن كثير من أولئك لم يكن لهم من الأمر شيء فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين بل يكونوا وجودهم في الأمة متتابعة ومتفرقة وقد وجد منهم أربعة على الولاء وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم من شاء الله ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته كنيته يملأ الأرض عدلا وقصطا كما ملأت جورا وظلما وقد رأى الإمام أحمد وأبو داودا التلمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عبودا وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله وعظ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الآية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لأشريك له سر وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح فصبروا على ذلك ما شاء الله ثم إن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عننا السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في المنع العظيم محتبيا ليست فيه حديدا وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح ثم إن الله تعالى قضى نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم وقال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر وضي الله عنهما حق في كتاب الله ثم تلا هذه الآية وقال البراء بن عازب نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قريم مستطعفون في الأرض إلى قوله لعلكم تشكرون وقوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض الآية وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الآيتي وقوله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حات حين وفد عليه أتعرف الحيرة قال لم أعرفها ولكن قد سمعت بها قال فوالذي نفسي بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى تخرت ضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوال أحد ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز قلت كسرى ابن هرمز قال نعم كسرى ابن هرمز ولا يبذلن المال ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد قال عدي بن حات فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوال أحد ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفع والدين والمصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيد وقوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال الإمام أحمد حدثنا عثان حدثنا همام حدثنا قتابة عن آس أن معاذ بن جبل حدثه قال بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم أخرجاه في الصحيحين من حديث قتاده وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أنب ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما فالسحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوام الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله كان مصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما وحكموا في سائر العباد والبلاد ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص فهورهم بحسبهم ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمة يظاهرين على الحق لا يضرهم من خذرهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفي رواية حتى يقاتل الدجال وفي رواية حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون وكل هذه روايات صحيحة ولا تعارض بينها وأقيموا الصلاة آتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحموا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وترك ما عنه زجرهم لعن الله يرحمهم بذلك ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمهم كما قال تعالى في الآيات الأخرى أولئك سيرحمهم الله وقوله تعالى لا تحسبن أي لا تظن يا محمد أن الذين كفروا أي خالفوك وكذهوك معجزين في الأرض أي لا يعجزون الله بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب ولهذا قال تعالى ومأواهم أي في الدار الآخرة النار ولبئس المصير أي بئس المآل مآل الكافرين وبئس القرار وبئس المهاد من فضلك تابع بقية المادة تفسير سورة النور لبن كثير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم طوافون عليكم بعدكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم خكيم وإذا بلع الأطفال منكم فليستأذنوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقوائد من النساء التي لا يردون نكاحا فليس عليهم ندناح فليس عليهم ندناح أن يضعن فيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم هذه الآيات الكريمة اجتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطف وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال الأول من قبل صلاة الغداء لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يوع ثيابه في تلك الحال مع أهله ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال ولهذا قال ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ولهذا رأى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو والطوافات ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن رهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس ترك الناس ثلاثة آيات فلم يعملوا بهم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآية والآية التي في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى الآية والآية التي في الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي لفظ له أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمر بن دينار عن عطاء بن أبي عباس عن ابن عباس قال غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآية وروا أبو داود حدثنا ابن الصلاح وابن سفيان وابن عبده وهذا حديثه أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيدة سمع ابن عباس يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي قال أبو داود وكذلك رواه أعطاء عن ابن عباس يأمر به وقال وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة سمعت الشعبي يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال لم تنسخ قلت فإن الناس لا يعملون بها فقال الله المستعان وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع ابن سليمان حدثنا ابن أه خبرنا سليمان ابن بلال عن عمر ابن أبي عمر عن أكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في ثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم سطور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمره الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا السطور واتخذوا الحجال فرعى الناس أن ذلك قد كفاه من الاستئذان الذي أمروا به وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدراء وردي عن عمر بن أبي عمر به وقال السدي كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليرتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن وقال مقاتل بن حيان بلغنا والله آلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرتد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد ولا مهما بغير إذن فأنزر الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخرها ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله كذلك يبين الله لكم الآيات والله حكيم عليم ثم قال تعالى وإذا بلع الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني إذا بلع الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الخلاث إذا بلعوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال يعني بالنسبة إلى أجالبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث قال الأوزائي عيحيا ابن أبي كثير إذا كان الغلام مربعية فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه فإذا بلع الحلم فليستأذن على كل حال وهكذا قال سعيد بن جبير وقال في قوله كما استأذن الذين من قبلهم يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه وقوله والقواعد من النساء قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحات وقتاده هن اللوات قطع عنهن الحيض ويأسن من الولد التي لا يرجون نكاحا أي لم يظق لهن تشوف إلى التزوج فليس عليهن دناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أي ليس عليها من الحجر في التستر كما على غيرها من النساء قال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقب عن أبيه عيزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبو صارهم الآية فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء التي لا يرضون نكاحا الآية قال ابن مسعود في قوله فليس عليهن دناح أن يضعن ثيابهن قال الجلباب أو الرداء وكذلك رؤى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعفاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتابة والزهري والأوزاعي وغيرهم وقال أبو صالح فضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود أن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار فلا نأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار سفيق وقال سعيد بن جبير في الآية غير متبرجات بزينة يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة وقال ابن أبي حاتل حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبد الله حدثنا ابن المبارك حدثني سوار بن ميمون حدثنا طلحة بن عاصل عن أم المصاعم هامش لم نرى هذا الاسم في كتب أسماء الرواه وفي النسخة الأميرية أم الطباء انتهى أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق فقالت يا معشر النساء قصة كن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما وقال السدي كان شريك لي يقال له مسلم وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك عليها فقلت نعم فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة فقلت لها إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك فقالت نعم يا بني إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت وقوله وأن يستعففن خير لهم أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرد ولا على الأعرض حرد ولا على المريض حرد ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون اختلف المفسرون رحمه الله في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا فقال عطاء القراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقال إنها نزلت في الجهاد وجعلوا هذه الآيات هاهنا كالتي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لا محالة أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم معجزهم وكما قال تعالى في سورة براءة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه إلى قوله أن لا يجدوا ما ينفقون وقيل المراد هاهنا أنهم كانوا يتحردون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات فربما سبقه غيره إلى ذلك ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا أن يآكلوهم لألا يظلموهم فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك وهذا قول سعيد بن جبير ومقص وقال الضحاك كانوا قبل البعثة يتحردون من الأكل مع هؤلاء تقثرا وتعززا ولألا يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج الآية قال كان رجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته فكان الزمنا يتحردون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم فنزلت هذه الآية رخصة لهم وقال السدي كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم فقال الله تعالى ليس على الأعمى حرج الآية وقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللبض وليساوي به ما بعده في الحق وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة ما لأبيه وقد زاء في المسنن والسنن من غير وجهنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال أنت ومالك لأبيك وقوله أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قوله أو ما ملكتم مفاتحه هذا ظاهر وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما وأما قوله أو ما ملكتم مفاتحه فقال سعيد مجبير والسد هو خواضم الرجل من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم وإنما نحن أمناء فأنزل الله أو ما ملكتم مفاتحه وقوله أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا تناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك وقال قتابه إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية وذلك لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل من الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله ليس على الأعمى حرج إلى قوله أو صديقكم وكانوا أيضا يأنفون يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره فرخص الله لهم في ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا وقال قتابه كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يآكله ويشاربه لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يآكله ويشاربه فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل كما رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع قال لعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعمكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه وعواه أبو داود بن ماجة من حديث الوليد بن مسلم به وقد رأى ابن ماجة أيضا من حديث عمر بدينار القهرماني عن سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتالة والزهري يعني فليسلم بعضكم على بعض وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة قال ما رأيته إلا يجبه قال ابن جريج وأخبرني زياد عن ابن طاوس أنه كان يقول إذا دخل أحدكم بيته فليسلم قال ابن جريج قلت لعطاء أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم قال لا ولا أوثر وجوبه عن أحد ولكن هو أحب إلي وما أدعوه إلا ناسية وقال مجاهد إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك فسلم عليه وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ورأى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقال قتادة إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عويد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن أنس قال عوصان النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال قال يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك وإذا دخلت يعني بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك وصل لصلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقاء يوم القيامة وقوله تحية من عند الله مباركة طيبة قال محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصيل عن أكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله سمعت الله يقول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الصلاوات الطيبات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يدعو لنفسه ويسلم وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق والذي في صحوح مسلم عن ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا والله أعلم وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون لما ذكر تعالى ما في هذه الصور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور وحيم وهذا أيضا أدب أرشد الله وإباده المؤمنين إليه فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لسيما إذا كانوا في أمر جامع مع رسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو أيض أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه الحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وأن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء ولهذا قال فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الآية وقد قال أبو داود حدثنا أحمد بن حمل ومسدد قال حدثنا بش وابن المفضل عن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة وهكذا رواه التلمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به وقال التلمذي حديث حسن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الضحاك عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فقولوا يا نبي الله يا رسول الله وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقال قتابه أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود وقال مقاتل في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال أمرهم الله أن يشرفوه هذا قول وهو الظاهر من السياق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا إلى آخر الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إذا قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الآية فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدق قبل مناجاته والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعوا عليكم فتهلكوا حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي والله أعلم وقوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قال مقاتل ابن حيان هم المنافقون كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة ويعني بالحديث الخطبة فيلوجون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذوا في الخطبة وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصباعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته وقال السدي كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم براض حتى يتغيب عنه فلا يراهم وقال قتادة في قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يعني لواذا عن نبي الله وعن كتابه وقال سفيان قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قال من الصف وقال مجهد في الآية لواذا خلافا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاده وطريقته وسنته وشريعته أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم فقال قد يعلم ما أنتم عليه وقد للتحقيق كما قال قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا وقال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم الآية فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه أي هو عالم به مشاهد الله لا يعجب عنه مفقال ذرة وقوله ويوم يرجعون إليه أي ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة فينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير والله بكل شيء عليم إلى هنا ينتهي تفسير سورة النور لابن كثير انتهت هذه المالك ولكم تهيات أسوانكم بشبكة الألوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا